ابتدي اتكلم على توجيه الدعم اللي مستحقه ابقى عملته على قاعدة علمية سليمة. ام. انا ما جيتش. المستهلك عارف هو هيعمل ايه بالزبط. هو عارف هو فين. ما يتفاجئش بقى بقى بقارات لأنا ما كنتش عارف ده قالوا لي كزا ده. لان انا. زي ما بقول. اه. اللي بياخد الفين لتر صلار عشان بيتش باجي وابانانا. ام. غير اللي بياخد الفين لتر صلار عشان يشيل خضار وفاكهة ووصلهم. ام. غير اللي اللي بيستهلك متين لتر. الف لتر بنزين. ام. على تاكسي. غير اللي بيستهلك الف لتر بنزين على العربية همر. ام. ده مستوى دخل وحالة معيشية وده مستوى دخل وحالة مجتمعية. فلابد ان انا زي ما بقول. اشوف ايه الاستخدامات المختلفة. ام. والشرايح اللي جواها عاملة ازاي? طب حضرتك تفتكر اول مشكلة ممكن تحصل في ده. ايه? اول شكوى. اول شكوى هتبقى من الناس الغنائي. طبعا. طبعا. لانه هو متعود ان هو يعيش حياته جوا مصر الخيصة. لما بيطلع برا مصر. بيطلع. بيعيشها زي. ام. انا بشوف كل الناس المقتدرين. خارج مصر. وهو راكب الاوتوبيس في لندن. ام. وهو راكب المترو. المترو. اه? وهو ماشي على رجليه في الشارع. وهو واقف بيأكل سندويتش في محل عادي. بس هنا لا. هنا ما ينفعش. هنا بيتحرك بماوكب اربع خمس عربيات. ام. ليه? لانه هو بيشتري لتر البنزين النهاردة بتلاتة جنيه. مع ان تكلفة لتر البنزين. ده معديها لعشرة جنيه. ام. طب ده في انت ده هيشتكي ولك انا مسلا العربية بتاعتي بتستهلك بنزين كزا. انا عربيتي فوق الفين سي سي. انا مش طرف في هذا. ام. برضو من ضمن الحاجات الكويسة كويسة ان حضرتك فكرتين. لو احنا بنتكلم عشرها المختلفة. هلاقي في واحد عنده عربية مية اتنين وتلاتين الفين موديل حاجة وسبعين. بتستهلك بنزين كتير في الشهر وهي الفين سي سي. اه. واحد بيستهلك الفين لتر بنزين برضو. يعني واحد بيستهلك. كمية كبيرة من بنزين وعنده عربية الفين بس مرسيه ده جديدة. اه. ده مش هيتعامل زي ده. بقى ان ده بيستهلك زي ده? لا مش هيستهلك قده طبعا تحت ازروف. بس ده عنده عربية قديمة مش قادر يغيرها. دي الفين ودي الفين? الفين سي سي. ام. بس دي عربية موديل ستة وسبعين. قديمة هو مش قادر يغيرها. مم. ودي عربية موديل الفين وسبعتاشر. تماما هدخل على تنين مليون جنيه. ومش فارق معاها. طب. انها تستارك بنزين قد ايه. مم. فهنا النمط وشرايح الاستهلاك لما تتعرف صح نبتدي نقول ايه? طيب. السفارات احدى السفارات في مصر عندها الف وربعمائة سيارة. مم. سفارة احدى الدول الكبرى. عندها الف وربعمائة سيارة. انا ادعم هذه هذه الدولة وهي اكبر دولة في العالم. اه. لا يجوز. مم. مش منطقي يعني بصراحة ان انا ادعم. مش وارد يعني. اه عربيات السفارة. جمعات خاصة بتاخد مصروفاتها بالدولار. مم. من الطلبة. تاخد بنزين مدعم ليه? تاخد بنزين مدعم ليه. مم. فعليش. لهذا بنقول انه متابعة وملاحظة الاستهلاك مع الشرايح المختلفة. عشان لما اجي اخش على منظومة الجزء التاني من المنظومة او المرحلة التالية. اللي هي هبتدي اعمل ايه? اقصر الدعم على مستحق الدعم. مم. بكمية معينة من الوقوف. الزبط هنا بقى يأتي التفسير التصريح اللي حضرتك قلته ان الدعم اه. لمستحق الدعم. اه لمستحقه يترفع. عن الاغنيات. عن الاغنيات فقط.